يوم جديد من البريمو ويوم جديد أيضا من كان كودفوار 20-23 وتفاصيل عن كل المباراة الخاصة بهذه البطولة المهمة لكل الدول الأفريقية وبالتالي طبعا المنتخبات الأفريقية الموجودة فيها نجوم الحقيقة كتير بنشاهدهم من خلال هذه اللقاءات والحقيقة بنستمتع كل يوم من خلال اللقاءات قوية سواء بقى من منتخبات كبيرة أو من منتخبات صغيرة الحقيقة بتحرج هذه المنتخبات الكبيرة زي ما أنتوا شايفين كده الأمور في دور 32 صعبة للغاية للمنتخبات الكبيرة اللي كان يعني فاكر أن الأمور سهلة لمنتخب زي مصر منتخب زي كاميرون زي ناجيريا يعني لا الأمور مسهلة خالص الأمور صعبة وبالتالي شفنا المنتخبات الكبيرة اللي أخدت الموضوع بجدية زي مثلا المنتخب كودفوار في أول مباراة لي زي منتخب بنتكلم طبعا هناك منتخبات أخرى كسبت كودفوار كسب السناغال كسب النهاردة عشان برده للواحد ماتشات كتير النهاردة السناغال يعني زي ما نقول كده هرست جامبي الحقيقة بثلاث أهداف وبالتالي يعني دايما عشان تمشي مظبوط ادي كل الطاقة بتاعتك من أول ديئة في المباراة أو كشر عن أنيابك وده اللي بيحصل من خلال منتخب زي السناغال الحقيقة اللي أمتعنا الحقيقة فيه كرة هيلة النهاردة من خلال أداؤه والنتيجة أمام المنتخب الجامبي وأيضا كودفوار صحبة الأرض في أول ماتش ليها يعني برضو كده بتستهل المشوار بتاعها بفوز برضو بتلاث أهداف عشان كده بقول منتخبنا الوطني فرط في فوز مهم دي بمباراة ممكن كانت تبقى سهلة لو أنت كنت بعد الجول الأولاني كملت على نفس الوتيرة كملت على نفس الأهداف اللي عندك والطموح والأمور اللي عندك كمنتخب كبير لكن ده ما حصلش الحقيقة وبتدينا نتوقف الحقيقة عن القتال نتوقف عن الروح العالية وده اللي أثر علينا الحقيقة في الشروط التاني بالإضافة طبعا لبعض الأخطاء الفنية اللي كانت موجودة نتمنى إن شاء الله أن احنا نعدل موقفنا ونعدل الأمور كتير جدا في المباراة القادمة أمام المنتخب الغاني لكن في الآخر احنا بنستمتع الحقيقة بمباراة في الكان الأفريقي من خلال ماتشاط مهمة وقوية من خلال المنتخبات الموجودة في الوقت الحالي نهاردة وإحنا بنتكلم أو دلوقتي وإحنا بنتكلم في مباراة الجزائر وطبعا بنتكلم أنجولا وفوز حتى الآن للمنتخب الجزائري 1-0 هدف بغداد بنجاح في الشروط الأول ولولا يعني اللاين مان في هذا اللقاء لكان بغداد بنجاح أحرز هدف تاني ويعتبر لو كان تم احتسابه الحقيقة كان هيبقى أفضل هدف في البطول بلا منازل الحقيقة لو جينا بعد كده حتى لو إحنا قلنا فيه هدف هتيجي حلوة لكن هدف بغداد بنجاح التاني للمنتخب الجزائري ولا تم إلغاؤه يعني بدعوة التسلل بدعوة التسلل كان هيبقى أفضل هدف في البطول لو طبعا اتلغى للهدف ده يعني خطوات أو يعني ما نقول سنتيمترات وكان بغداد بنجاح كان واقف في القصصيد لكن طبعا كان هدف رائع لكن حتى الآن المنتخب الجزائري متقدم على منتخب أنجولا 1-0 هننتظر طبعا نهاية اللقاء ونقولكم على النتائج النهاردة كان فيه لقاءات بداية من طبعا الساعة 4 عصرا كان السنغال وجنبيا زي ما قلت حالكم كده 3-0 السنغال هي انتخب هو حامل اللقب بيستهل مشواره بالحفاظ على يعني شكله ومنظره وقوته في القرى الأفريقي بما أنه هو حامل اللقب وبيفوز بفوز حقيقة كبير جدا على جنبيا 3-0 بابا جاي أحرز فيه دي أربعة الهدف الأول ثم لمين كامارا فيه 52 ثم لمين كامارا أيضا في دي 86 أحرز هدفين 3-0 لأن منتخب السنغالي ثم الكاميرون وإحدى المفاجآت لو أنا أقول لكم مش مفاجآت الحقيقة لأن المنتخبات الأفريقية كلها يعني منتخبات صعبة المنتخب الغيني إدر بعشر لعبين إنه يتعادل مع الكاميرون واحد واحد وإن كان هو كمان كان متقدم على الكاميرون واحد صف لو لا طبعا هدف أحرزه فرانك ماجيري في الدي 51 بيتعادل بي أمام المنتخب الغيني واحد واحد وبينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي في مباراة الكاميرون وغيني الجزائر زي ما قلت لكم حتى الآن دي 18 بغداد بنجاح أحرز هدف وفي انتظار نهاية المباراة وتحديد صاحب الفوزي النهاردة هنقول للحضراتكم بكرة إن شاء الله عندنا بوركينة فاسو وموريتانيا ساعة 4 عصرا ثم تونس ونميبيا ساعة 7 مالي وجنوب أفريقيا الساعة 10 تي مباراة الغدا الغد طبعا برضو مباراة زي ما قلت لكم هتبقى مباراة حلوة حقيقة حتى الآن مفيش مباراة مش حلوة يعني كله لإلا متوسط لإلا مباراة عالية في المستوى دا احنا لسه بنتكلم في دور الـ 32 لسه ما بعد ذلك يعني فيه أمور كتير جدا فإن هي هتختلف عشان ما احنا بنتكلم على كاس أمم أفريقيا خلينا برضو أتجه إلى كاس أمم أسر اللي فيه ما تشط برضو بتتلاقي في نفس التوقيت وأقول لكم النتاية الحقيقة برضو لإن احنا بنروح هنا وبنروح هنا وبعد كده